موسيقى هياكم الله مشاهدين الكرام بعد أربعة مباريات في دور أدنك للمحترفين مباريات تحدثنا خلالها قبل هذه المباريات عن مواجهات مرتقبة وكيف ممكن تذهب بجدول الترتيب الحصيلة بعد هذه الجولة العين يغرد وحيدا في الصدارة وفرق المؤخرة تعاني وتقترب أكثر وأكثر من شفاء الهبوط وفي منطقة الوسط هناك تداولات ولعل الأبرز تخطاها عجمان برباعية سجلها في مرمى اتحاد كالباي سعدني في بداية هذا الاستيديو نرحب بضيوف الاستيديو كل من عصام عبدالله يهلا ومرحب بأبدالرحمن رحب فيك ورحب في مشاهدين نيركرام وكذلك يتواجد معنا الكابتن بخيط سعد يهلا ومرحب بأبدالرحمن و كذلك يتواجد معنا الكابتن جمال بوهندي مرحبا بابدرحمن و أنت و السادة و مشاهدين نور البداية ستكون مع رغاية شباب الأهلي و العروبة و الذي حسمه الفرسان بثلاثية من الأهداف مقابل هدف واحد لننتقل بعدها إلى مواجهة أخرى جمعت الضفرها بالإمارات و انتهت على التعادل السلبي بدون أهداف في السهرة نتابع مبارتين الأولى شاهدت تسجيل سبعة أهداف بين عجمان و اتحادي كلبة في لقاء مثير أما في الثانية استطاع العميد تحقيق الفوز على حساب الجزيرة مستقلا بذلك تراجع الجزيرة و سجل من خلاله الفوز الأول بقيادة سالم ربيع و هو منذ ست جولات في الدورية تعثر الشارقة أمس واليوم شباب الأهلي تقدم بدفعة معنوية من هذا التعثر من أجل تحقيق الفوز و الارتقاء للمركز الثالث على مستوى جدول الترتيب و هو ما حققه الفرسان بنجاح و بثلاثية على حساب العروبة الجريح في دانة الدنيا لمجال أمام الفرسان لإهدار المزيد من النقاط عليه استغلال تعثر صاحب المركز الثالث الملكي يوم أمس أمام الإمبراطور و هو يواجه العروبة في استاد راشد انطلقت الموقعة التي توقع فيها الجميع أن يشاهد صحوة أهلوية منذ البداية ولكن القادم من المنطقة الشرقية افتتح تسجيل عن طريق سعيد عبيد بعد مرور ثلاث عشرة دقيقة فقط رد كبير دبي لم يتأخر كثيراً فجاء مهدي قائدي بهدف التعادل بعد مرور سبع دقائق فقط من هدف الضيوف لينتهي الشوط بهذه النتيجة وفي الشوط الثاني انتزع أحمر ديرا فوزاً مستحقاً عن طريق هدفين سجلهما فردريكو كارتابيا ومحمد مرزوق صحبة لشباب الأهلي كانت منتظرة وفيها أحبط أبناء مهدي علي مفاجآت كتيبة فتح العبيدي التي حاولت مجارة قوة المستضيف ولكن الأدوات لم تخدم الفريق كثيراً وعلى مربح المحاولة من جديد بالجولة المقبلة للهروب من مناطق الهبوط موسيقى 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 Shaun ما أنت شايف الأفرقة قاعد تفوز واللهم أنك أنت ما تخصل قد ما تقدر نقاط ولكن بعد المشوار ما زال طويل الأداء كان زين تصاعدين يعني الحمد لله قاعدين نرتفع بالأداء وإن شاء الله نقدر نحقق نتائج إيجابية جداً في المبارات الباقية في الدوري ونتيجة كانت جداً إيجابية لنا معنوية وحسابياً حتى في الدوري وإن شاء الله نقدر نتكمل على نفس الموارد إن شاء الله تبقى الصراحة نحن يعني ما نقاعدين نشوف الأفرقة الثانية الاعتماد كله يكون على فريقك بس على أداءك أنت على نتائجك أنت إذا أنت كنت زين حقاق نتائج إيجابية بتشوف عمرك يعني موجود فوق فلازم ما تركز على أي حد أو أي فريق كام مع احترامي للكل يعني لهم تركز على عمرك أهم شيء أن نحن نحقق نتائج إيجابية وبعدها اللي الله قاد بنا بيصور إن شاء الله أكيد اليوم ما استغلت الفرص اللي يدك ممكن شوط الأول وكذلك ممكن بعض الفرص ممكن شوط ثاني أكيد اليوم راح تمكن الطريقة اللي يلعب فيها ناد الله هي لا مركزية صعبة على اللعبين أكيد محتاج تركيز أكثر محتاجين يكون يعني نكما تغفل يعني ولو ثاني معاهم يعني مشاريع العباء أكيد مهاريين لاعبين على مستوى أكيد محتاج تكون حذر أكثر أكثر أنك أنت اليوم مراقبتهم بشكل جيد يمكن بعض الأخطاء أكيد هي اللي يكلفتنا المباراة ولا ممكن أن نقدر نطلع على أقل تقدير تعادل صحيح أننا تقدمنا في المباراة ضد شباب الأهلي في الملعب متاعه ومش بالسهر وتلعب الشباب الأهلي هنا عنده امكانيات فريق كبير عنده اسمه ولكن قد لعبنا كما يلزم في الشوطة الأول معناها من ناحية تكتيكية وقوفنا التركيزة متاعنا ولكن الخطة متاعنا زادة كانت ممتازة ولكن مساجلناش الهدف الثاني اللي جانا في الشوطة الأول عادي جدا وقت تدخل الشوطة الثاني فما عامل خبرة يلعب دور كبير برشا عامل زادة اللاعبين معناها وقت تعطيه فرصة يسجل ولكن أنا أقول دائما معناها حتى اللاعبين بتاعي نقول لهم معناها نشكرهم ويجزمني نقول لهم أنه روى 45 دقيقة لعب ما هي شي كافية يلزمنا نكملوا ويجزمنا نقعدوا مركزين في الشوطة الثانية ونقعدوا بنفس النظام خاصة أنا لزعجني شوية وقت سجل علينا هدف لول خرجنا شوية وهذا من ناحية الخبرة خرجنا على النظام بتاعنا خرجنا وحاولنا أنا مشوق قدام وهذا خطأ لا يجزمنا نقعدوا هادين يجزمنا نلعبوا كورتنا يجزمنا نقعدوا نصبروا ونلعبوا كورتنا وبحاول الله اللي يجي خير أنا أقول إن شاء الله ثلاث نقاط جداً هنا في الوقت الحاضر تقدم شوية لقدام وفعدها بهذا الفوز أكيد مبارك كانت شوية صعبة ومغلقة من طرف العوبة نحن كنا نعرفون إن الفريق رح يلعب متكتل في الدفاع ورح يلعب على أخطاء فريقنا نحن كنا المفروض إننا ما نلعب كورات في العمق ولكن صار خطأ في الشوط الأولاني ونلعبت كورة في العمق وجدت حدمه مرتدة والعروبة جهدية للهجمات المرتدة وسجلوا هدف لكن الحمد لله نحن قدرنا نرجع للمباراة وسجلنا هدف طلعت في الشوط الأول واحد واحد الشوط الثاني شوي غير نوعا ما في طريقة الليل والحمد لله نسجلنا هدفين في نهاية المباراة وفوز مهم وفي تقدم خطوة لقدام نحاول إن شاء الله ننسى هذه المباراة ونركز على المباراة القادمة إن شاء الله تعثر الشارقة فتقدم شباب الأهلي رغم التقدم ما زال شباب الأهلي علامة استفهام نعم هو في ثالث ترتيب دورينا ولكن المستويات غير مطمنة جماهير شباب الأهلي بعد المباراة تسارعت إلى وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بالتغيير وعلى رأس هذه التغيير بشكل صريح تطالب بتغيير المدرب فأين الخلل في شباب الأهلي هل في المدرب الأجانب هل في استقطابات النادي طموحات الفريق من موسم بثلاثة ألغاب لموسم بلا أي لغب حتى الآن عصام وين الخلل في شباب الأهلي في هذا الموسم بعد كل مباراة نشوف شباب الأهلي بشكل مختلف عن المباراة السابقة تكلمنا كثيرا عن عدم ثبات التشكيلة تكلمنا عن مشاكل في اختيار اللاعبين الأجانب بدليل جلوسهم على دكة البدلاء اليوم نتكلم عن فريق قد يخرج في هذا الموسم من غير أي بطولة وهذا يعني الكثير لجماهير شباب الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم يمكن أبو عبد الرحمن أعتقد لك خاصة لكابتن مهدي في أول اللقاء قال أنا الأهم عندي ثلاث نقاط بس لي متى بتحصل الثلاث نقاط هذه ومع فرق احنا ما نقول الفرق هذه ما بتأديه بتعاني كل الفرق راح تعاني مع العروبة ومع الفرق اللي تنافس على الهبوط واللي فيه متوسط للجدول ببو عبد الرحمن بس أنا حين ما نتكلم عن الفريق الثاني أنا نتكلم عن فريق شباب الأهلي وين شخصية شباب الأهلي وين الهوية الخاصة بشباب الأهلي وين الشراسة وين الفريق اللي هذا اللي تسع نقاط تقول هذا الفريق اللي خوف اللي ممكن يلحق الفريق المتصدر الآن وين شباب الأهلي من فوز إلى فوز رغم ذلك نقول شباب الأهلي ما بيوصل شفنا فريق الشارجة أنت تستبعد شباب الأهلي من المنافسة بعد الوحدة الأقرب بحكم النقاط وأن يفوز المستوى قادرني جاري العين عند مباراة مع العين عند مباراة مفتوحة لا يكفي أنك تفوز على العين فقط لا يكفي أنك تفوز على الوحدة فقط أنت تستمر أول شيء أنت بأدائك أنت ممكن تبغي تستمر تفوز على العين وتفوز على الوحدة وتفوز على باقي المباريات نحن نتكلم حين عن لداء يقدر فريق الأهلي بالمواطنين اللي عنده والتغيير اللي يسوي الكبتن مهدي فريق الأهلي ما يملك الأجانب اللي تحسنهم أجانب وجود كارتيبيا وولسون ما غير شيء ما غير وولسون ما شفناه لا يصابه أما بالنسبة لكارتيبيا إضافة يعني أنت تخيل فريق دور الأول كيف استغنيت عن كارتيبيا إذا هو إضافة حقق معك ثلاثة الغاب واستغنيت عنه و رح تتجيبه في الشتوين كانوا متأملين أن أحمد نورالله و قايدي و لا تعرف عن إصابة خيسوس محد كان يعرف عنها أيضا وجود أدواردو كان موجود أربعة تصورهم كانوا أسامي لكن ما مشوا مع شباب الأهلي رغم التغيير اللي حصل حتى المقيمين ما توفقوا فيهم سبحان الله شباب الأهلي تقريبا أنا ما شبه لكن تحس أنه مثل بنياس غاب بيدرو غاب بنياس غاب خيسوس غاب شباب الأهلي لا بس ما اتفقوا ياكب عبد الله هم أحمد نورالله و قايدي قايدي يو عقب ما يوم ببداية الموسم ما بيعني وقت طلوع كارتابية لا يوم تخرين لا تعاقل جديد كان معسكر كان معسكر حتى كان مشاكل ببداية الموسم ثاني كارتابية نهاية الموسم طلع نهاية الموسم يا أبو هدينا ترى طيب كارتابية طلع طلع بشكل طلع في الصيف طلع في الصيف شباب الأهلي قال علشان لي صابة تأخروا لما تعاقدوا تأخروا واتفق معاكنا كبير لهم مثلا لما داد الموسم تأخروا عاجزة السنة عن إدارة الفريق وعاجزة عن تحقيق طموحات جماهير الفريق ما تعرف شو لو ضاب أبو عبد الرحمن أنت دائما أنت الأمور اللي هي الناس لا تشوف الشيء المعروف لك أنا الظاهر في أمور ما نعرفها مروا من نفتي فيها لكن تأخير بالنسبة ليش أتكلم أبو عبد الله على اساس الموضوع هذا في تأخير بداية المعسكر وبداية الأعداد بالنسبة للمحترفين كان احتجاج من السيد مهدي علي بالظبط أنا أذكر على الأوضاع بالنسبة للمحترفين محترفين ما كان جاهز الفريق كان محترفين بدأ بداية متأخرة يو عقب خلاف يو أحمد نور الله وقالي بعد ثاني مباراية مرحلة الأعداد أخيرة أنا أنا أتكلم عن ذلك تأخر وايد من بعد ذلك بدأ الفريق لكن كأسماء بخيط الإدارة اجتهدت وجابت أسماء في النهاية أسماء دولية لعبوا في منتخابات إيران كلنا شفنا مثلا لاعب مثل قايدي في بداية ما طلع الاحتجاجات التي عملوها جماهير نادي السابق هذا الدليل إمكانية الكبيرة في نادي هناك السؤال من يطلب اللعيبة هذا الكلام هل سيد مهدي علي طالب اللعيبة والدليل أنه ما كان ما بدأ هل نتوقع أن مدرب بحجم الكبتن سيد مهدي علي يفرض عليه لاعبينا جانب تحصل أحيانا ليس فرض هو أحيانا هذا الموجود في السوق أنا كأرتي لا لا أنا كفية في لجنة اجترافية لجنة رياضية موجودة لجنة فنية لجنة فنية أقول له تعالي يا كبتن أنا عندي هذا اللاعب وخلاص هذا الذي موجود أو راح أشاوره مثلا بلاعب 2-3-4 أشاورك على أمكانياتي أبو عبد الرحمن أنا كنادي أنا إدارة أنا شركة أشاورك على الأمكانيات التي عندي أقول لك عندي هذا البجت وعندي هذا اللعيب المتوافرين حاليا ومعروفين دوليا و أعطيك الـ الآن مشكلة شباب الأهلي فقط في الأجانب عشان نختصر مشكلة بلجانب نعلم بلجانب نعلم بابد الرحمن تسمحوا لي على المستوى الفني بس عذرني بخالد دقيقة على المستوى الفني عدم الثبات على التشكيل سببه كذلك يعني مسألة الأجانب اليوم الأهلي أكثر أو شباب الأهلي أكثر من استهلك لاعبين عدد اللي لعبه الآن فوق 23 لاعب تقريبا هذا عدد كبير لفريق يبغي نفس أنت قصدك يعني كمستوى فني الكوتش الأسماء التي تشارك القائمة الأساسية للفريق غير معروفة من مباراة إلى أخرى تغييرات كبيرة هل موضوحة من الموسم أعتقد من الموسم الإطاف نحن ملاحظين الموضوع و كنا نقول أن شباب الأهلي عند أكثر من جبهة يلعب عليها عند طولة السوبر عند طولة الأسيوية أسيوية كم شارك بالفعل الأسيوية عند الدوري عند الكاس فأعتقد التدوير كان هذا وضع وضع تدوير عساس أن اللعيب كلهم يكونون مشاركين مجهزين بالفعلية في المباريات القوية لكن بعد ذلك حين حاليا الموضوع استمر على نفس التدوير و على نفس كل مرة السيد مهدي علي يرتقي أن هذه التشكيل هي التي تساعدني ويفوز الفريق ما عنده خصائر ترافرك شباب الأهلي عنده خصائر عنده تعادلات لكن ما عنده خصائر يفوز لكن في النهاية أنت تكلع من سوى فني لا أبعيد على البطولات خرج عم البطولات المهمة شباب الأهلي ينافس على الدوري الآن أنت مرشح الشباب الأهلي في الدوري ينافس ينافس السام قال لك غير كافي حتى الفوز على العين لا لا أنا قلت غير كافي غير كافي الفوز على العين العين والوحدة بعد غير كافي بهذا المستوى لازم يفوز عذرني أنا بروح لبو خالد عذرني بو خالد بو خالد بو خالد أتكلم إياك في جانبين جانب العروبة في البداية هل خلاص انكشفت الأمور بالنسبة للعروبة وانتهت المقامرات مع الكبار في الدور الأول شفنا مقامرات كانت في بداية الدوري قدم مقامرة أمام العين كانت ناجحة قدم مناورة أمام شباب الأهلي كانت ناجحة الآن الفريق بدأ يعني كأوراق الخريفة تساقط في مباراة بعد أخرى ويستمر في ذات المركز ما في تقدم أبو عبد الرحمن أنت سألتني بس قبل ما تسألني هذا السؤال وأرد عليه أبو أسأل أخواني اللعيبة اليوم الأخواني المحللين هنا وياي اليوم شفت المباراة الأهلي أو شباب الأهلي والأعروبة من هو رأس الحربة كان في فريق شباب الأهلي أنا أبغى أدخل من هالمدخل من هو رأس الحربة كان اليوم وهمي من من هالمباراة لا لا أنا أسأل اليوم من هو كان رأس الحربة اللي قبلها من هو كان لا أحينا السؤال السؤال بس أساس أساس ما نطول في الموضوع فيه رأس حربة هل هو أقل؟ نادي بحجم ناديد أهلي ما عنده رأس حربة نحن نعرف أن إصابة خيسوس ستطول و نعرف أن نحن استغنينا عن أحمد خليل هل هو أقل يعتمد على رأس حربة واحد ساعة الإدارة ما سبع على مثلة أحمد خليل ننوه أن أحمد خليل قد يكون من غير نادي في الست شهور القادمة أو عفوا لبداية الموسم القادم لأن أحمد خليل كان يملك الواحد وعشرين يوم و يمكن ذكرني بخالد وصل تقريبا اليوم لليوم العشرين يبقى عليه يوم قد إذا لم يوقع و توقع سيكون في خارج حسابات الموسم طيب نستكلم تعاقدة الثالث النادي مشكورة مع المهاجم ويلسون و كان لحضور جيد في أول مباراة سجل هدف و كان عنده أسست في أول مباراة ولكن غاب من بعد المباراة الأولى نادي نحن نتعلم من إدارة النادي الأهلي نادي بحجم شبابي الأهلي عنده واحد رأس حربة يلعب في الموسم كله تبني على بطولات أنت تبغي تأخذ بطولة اليوم تبغي تنافس سابتين جت لمهاجمين مهمين جدا بالضبط هذا الشيء أما بالنسبة لعدم ثبات التشكيل هتعودنا في شبابي الأهلي و ما رغم أنه هل هذا شيء صحي عدم ثبات تشكيله؟ بغض النظر عن مسألة شبابي الأهلي أو غير لا ما يتفق عليه هذنين عدم انسجام هو الانسجام واحد من أسباب النجاح ثبات التشكيل و خاصة الخط الخلفي طيب ليش نجاح الشبابي الأهلي في الموسم الماضي و حقق بطولات الكؤوس هل تقدر تخطف في بطولات الكؤوس المبارية؟ بطولات الكؤوس هاي مسابقات ما تبني عليها يعني ثبات مستوى و نجاح فريق أنا أقول لك هاي بطولات النفس القصير ممكن تمشي إياك تعادل ضربات جزاء أو كذا تمشي إياك لكن اليوم عشباب الأهلي لما يقول باب عبدالله موضوع أنه لو يفوز على العين أنا بالنسبة لي تبني على فريق من خلال نتائج و مستوى وليس فقط نتيجة اليوم تفائز على الأوروبا لو في نادي اليوم لعب يا شباب الأهلي في مباراة اليوم غير الأوروبا شوط الأول الأهلي محظوظ أنه لا يطلع بـ 2-0-3-0 في الشوط الأول بعد ما سجل الأوروبا اليوم هدف الأول كانت هناك فرصة هدف 100%-2-0 طيب بادع على الأوروبا بالنسبة للأوروبا فريق قدم شوط أول متميز حتى كمجمل شوط كامل كان أفضل من شباب الأهلي صحيح شباب الأهلي كان يوصل لكن الأوروبا كان منظم رغم مبالغة مدرب الفريق السيد العبيدي بالنسبة للفريق الناحية الدفاعية لكن الفريق كان عنده ارتدات سليم كان موجود رأس حربة كمحطة في الأمام انطلاقات علي مدن وأيضا سعيد عبيدي اللي اليوم سجل يعني واحد من أروع الهداف بالنسبة لي أنا أشوفه في ظل يعني تميز هذا اللاعب من ناحية استحواذ على الكرة وقطع مسافة ميقار بـ 50 أو 40 متر في وجود أربع مدافع من شباب الأهلي علامة استفهام كبيرة على مدافعين الأهلي وعلى تركيزهم داخل أرضية الملأب لكن أنا أسأل السيد العبيدي مدرب العروبا كل الاحترام الدقيقة 58 أنت تلاقب بـ 4-5-1 أو 5-4-1 أو خلنا نسميه 9-1 في الناحية الدفاعية سحبت الـ 1 هاي 9 وراء لو طالع أكثر من لقطة بيبلك 9 وقفين و 1 رأس حربة بالنسبة للهجم سحب اللاعب هذا المهاجم أنت لما تسحب لاعب مهاجم ما اختلفنا ما قدم استواجهات ما اختلفنا عندك رأس حربة موجود برا نزلوا اللاعب بدل اللاعب محمد خلفان محمد خلفان مثلا لأن المباراة طافت اللاعب مسجل لك قول في دقيقة 95 من ناحية لا أنا أتكلم عن مركز بدل مركز لا بس محمد شغلته بعد دقيقة 90 دخلي بعد 90 سجل لا لا ما اختلفنا نتكلم في موضوع أن هذا المهاجم كان شاغل المدافعين على الأقل واجد موجود كمحطة لأنك أنت تعتمد على الهجمات المرتدة بو عبد الرحمن لما تلعب على الهجمات المرتدة وما عندك رأس حربة صعب أنك تصل طلع المهاجم في الدقيقة 59 في الدقيقة 60 كارتابي مسجل الثاني مرزوق مسجل الثالث الفريق كل استسلم إذا قلنا العروبة وأمل البقاء ما زالت الأمور قائمة ولا الأمور صعبة على الفريق هي تعتمد على مواجهات المباشرة مع الفرق هذه مع الفرق التي تحت الإمارات العروبة الضفرة خورفكان اللي هم في المركز الفوراكس الأخيرة أنا قلت عبارة في الدور الأول ولا أكون يعني مو بتحيز ممكن خورفكان بنقاطة هذه ممكن ما يحتاج المزيد وما ينزل في ظل نتائج الإمارات ونتائج الأوروبة اللي قاعدين نشوفها حالياً يعني الإمارات والأوروبا في كل جو اللي يخسر خورفكان هم خسرانين يفوس خورفكان هم خسرانين فلذلك التنافس مبعلة أشدة في القائل حتى اليوم لما بنتكلمنا عن بارة الإمارات والضفرة لكن الوضع مختلف تماماً المقارنة ما بين حتى الانتدابات والطموحات ومستوى الدعم هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر كلنا تكلمنا فيه وأسهبنا فيه يلخص لنا حال فرق القاع التغذف ره بالإمارات على عمل حسن نقاط الثلاث من قبل الفريقين لكن النهاية حاملت معها تعادل سلبي ووضع نقطة واحدة في رصيد كل فريق هي مواجهة مداوات الجراح هي قمة القاع هي الموقع التي تحمل العديد من القراءات المعقدة لفريقين هما من وضع نفسيهما بهذا الموقف الصعب قمة السقور بفرسان الغربية جاءت بدايتها حذيرة بل ومعدومة الفرص تزديدة من الظفراوية يرد عليها الإماراتي بهدف بواسطة جوزيف جنادو لكن الحاكم ألغاه بسبب وجود تسلل على ريز وليد الصبار لا يستغل هذه المرتدة ويأبى بأن يمنح فريقه التقدم ماكيت ديوب هو الآخر يرفض التسجيل ويهذر أخطر فرص اللقاء عندما وصلته الكرة دون رقابة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بغرابة كرة زحيفة بجوار المرمى أعقابها السينيغالي بإهدار جملة من الفرص الأخرى بينما رد أبناء الرمادي كانت بفرص معدومة الخطورة نوعا ما اختصارا تعادل سلبي لا يخدم الفريقين في مشوار الهروب من القاع وظفرة ميكايلي لا ينتصر منذ الجولة السابعة بينما المصري لا ينتصر في مباراته الرابعة على التوالي بمختلف البطولات وفي القاع جولة جديدة المستفيد فيها لا أحد ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 الحقيقة المبارات النهاردة يعني مفيهاش حاجة كتير تتعامل كل اللي فيها ان فريق يعني نادي الزفرة حابب أشكره جدا أرثى مبادئ الروح الرياضية الحقيقة أنا بشكرهم جدا وبشكر بخص بالشكر السيد أحمد أمران القبيسي يعني بالحفاوة اللي هما استقبلونا بها بالحقيقة يعني يكفي ان هما بيدونا ملعب رئيسي بنتمرن عليه ودي قمة الروح الرياضية أنا بشكرهم جدا بس لكن أنا مش مستغرب دي عليهم هما ناس دايما أهل كرم وجود فلهم مني كل الشكر والتقدير الحقيقة المبارات ما فيهاش حاجة كتير تتقال إلا إن احنا الشط التاني ترجعنا ترجع كبير وده مش يعني مش بسطني يعني لكن أعتقد إن نقطة في ملعب الزفرة نقدر شوية نبني عليها عشان تفضل الأمور بفرق قريبة من بعض يعني متهيال النهاردة خسرنا كتير بولحية بسبب إنه هو كان عانى شوية من بعض ألام لكن إن شاء الله بإذن الله أعتقد إن احنا فو ظل ظروف الزفر وماتش في ملعب الزفرة وكده أعتقد إن نقطة جيدة لنا الحمد لله ما زو ما فيهاش حتلمس ما يجبينت فيزل الزفر وماتش فيزل الزفر وماتش فيزل الزفر أقومنا بالتسيد أكسر من عشرين مره في الحد في القول نعلم احساس نفسية نحن نفسية احساس للمعب الزفر في حول الإلطرة وانت لدينا أيضا فعال أخير في ما قامت حول إيسافي احساس أن الاقتل because هم منصور الليناEN نفسي انتوا في الجرون وحسنا لدينا جنة منصور ما أن نتقول لدينا بسيائة نفسي لأنه يجب أن نكون في سانساعدات محاولة مباراة كان من المفروض أن تحسب فيها نتيجة السترقاط اللي دائما تفرق مع فرق اللي تلعب مواجهات مباشرة على مسألة هدف معين الهبوط اليوم لا يتمنى فريق الإمارات ولا يتمنى فريق الضفرة بلا شك ولا حتى فريق العروبة الفريقين لعبوا في ظل تحفظ كبير جدا وغياب تام من ديوب اللي ضيع الكثير من الفرص وحضور تام من سيل المطوع اللي أنقذ فريقه في عدد كبير من الفرص عصام في مثل هذه المباريات التحفظ الكبير جدا هو وارد بشكل كبير جدا لكن ما يحسب لفريق الإمارات عودته يمكن من نقطة قد ما تخدمه في مسألة البقاء نعم أتفق في ذلك ولكن نقطة أفضل ما أنك أنت تخسر عطفا كذلك على الفرص المهدرة من فريق الضفرة وعبد الرحمن نفس مدرب الضفرة قال أنا طلعت بنقطة بعد أحسن من ولا شيء ترى الكلة حين يدور نقطة بس هذه المواجهات اللي تفرق معاك نحن نتكلم ونقول المواجهات المباشرة هي اللي بتخليك تفرق أما بتظل نقطة ونقطة بأتي آخر شيء تضارب وتقول ياريت وياريت أنت تبغي تضمن الصعود وتبغي أول شيء فوز على اللي فوقك وعلى اللي تحتك وعلى اللي ممكن توصله بس أنت الحين رحت مدرب الإمارات يقول أنا الحمد لله أنا طلعت بنقطة وما خسرت ومدرب الضفرة يقول الحمد لله أنا طلعت بنقطة وبعد وما خسرت لكن في النهاية كم الفرق من بينهم طيب عطفا على ما يقدمه الإمارات وعطفا على ما حصد من النقاط حتى الآن الإمارات قادر أنه يلحق بركب البقاء قادر أنه يلحق بركب أنه يعني ينجو من هذا الفخ اللي هو دائما ما يضع نفسه فيه إذا فاز على المنافسين اللي معاه واللي فوقه على الأقل نقول بخطوة أو خطوتين مش مطلوب منه يفوز على المنافسين والمتصدرين نحن شو نقول نحن كم فوز لك تفوز على خلا نفترض والعكس صحيح العروبة ثلاث نقاط أنت لو فايز عظاف اليوم ست نقاط وتفوز على الفريق اللي فوقك مثلا خور فكان هاي تسع نقاط وانت عندك خمستعشر نقطة وصلت نحن نقول لك الآن بس المنافسين ما نقول لك فوز حين الفرق اللي فوق تسع نقاط هذي وبدون أي حساسية وبدون أي زعل خور فكان وين يا ابن نقاط الخمستعشر كابتن جمال في مواجهة مباشرة مع الفرقاتي بس وثلاثة عادلات بعدين تعادل روح تعادل ممكن تتعادل مع فريق من الوسط ممكن تعادل فريق مع المقدمة في ملعبك ممكن تصير معاك لكن أنت مبقاعد تجمع نقاط من الفريق وبعدين تقول أنا وقدمت الأداة ما يشفع طيب كابتن أيمن الرمادي يقول عطفا على شو قال عطفا على على السفر المسافر على السفر والمسافة شو هو الكلام كابتن كيف يعني سفر المسافر ما فهمتنا يعني فريق الضفرة يوم يضرب لأخور فكان ويضرب لين هذا ويضرب لين هذا المسافة أقرب يعني من رأس الخيمة بعدين فرقة عسكرة الآن الأمور سهلة أصبحت من مثل قبل حتى لو عسكرة حيانا يطلع متأخر وروح هذا عندك أنت ترى أنت الحين ما تعرف الحين يا ريال اللي في جزء الواقع عارفون المسافة من رأس الخيمة إلى الضفرة فأنت لازم تعرف المسافة كابتن تعرف متى تطلع وتعرف أن الباص كان بيسرع هذه الأمور ما في شو علشان عطفا على المسافة هذا ما بقدر عطفا على المسافة هذا كان مدير فريق هو بخيت يعرف كل شيء ركز على الموران وصلون حتى ويا السواقين عصامة طبعا كم يبالك في تصليحات قبل أي قعد معاما في تصليحات كم يكفيني عطني الوقت بزيدك ربع ساعة هذا أخي الإداري الناجي عطني الوقت وروح عند المدرب اسمعي يا كابتن ترى تطلع الساعة السبع وتوصل عشر ونص لا تقول المسافة هلقت والسرعة هلقت في هذا المكان تبغي تتمرن الساعة أربع في اليوم الثاني قبلها بيومين بلغ اللعيبة عشان تتمرن قبل أو الرحل تتمرن ناقل تأخذ واجب تلعشة في الفندق أو تكوون تتعشي هنا ولا تتعشي لا تقول بعدين في مدربين تذمرون هذا أنت لا لا وخاصة ما شاء الله الكابتن يا رمادي عايش عندنا هنا ما شاء الله كم صالة يعرف هذا الشيء طيب أيمن الرمادي استلم الفريق في وضع أساسا كان مأساوي حاول مع الفريق والآن على فكرة اللي جمع أيمن الرمادي مع الفريق أكثر مما جمع الفريق مع الكابتن السابق قياسا حتى في عدد المباريات لكن اليوم فريق الإمارات بدأ غير مغنع عاد في نفس الدوامة السابقة عدنا في نفس الوضع بالنسبة الحديث عن الأجانب مستويات اللاعبين الأجانب فريق الإمارات يعاني في هذا الموسم والمعاناة كانت من بداية الدور الأول وأذكر أنت بعد الجولة الخامسة أو السادسة قلت لابد أن يغيرون مدربهم هذا أتذكر على الكلام طبعا شو نقول مبروك يعني ونقول مهارد لك الفريقين نعتقد النقطة اللي حصل عليها فريق الإمارات والنقطة حصل عليها فريق الظفرة أعتقد ما بتنفعهم بشكل كبير ولكن في ظل الوضع الفريقين التعادل بعد أفضل عن الخسارة بشكل كبير يمكن أعتقد أن الكابتن أيمن الرمادي عمل نقلة نوعية للفريق من أول ما أمسك الفريق وحصل على أعتقد أربع نقاط دفعة وحدة في مقلال مبارتين بلإضافة نعم الفريق عنده نقطة وهو الآن الفريق عنده ستة نقاط نعم وحصل على أربع نقاط أول ما أمسك الفريق وحين هذه النقطة تعتبر الخامسة فأعتقد أن يعني مجهود جيد بالنسبة أيمن الرمادي لكن اليوم المستوى دائما أنت المستوى أنا أتكلم مثلا عن فريق العروبة يلعب كرة ومنظم وفي في مكانين يعني في المواجهات البهاشرة بين الفرق اللي غريبة منه ممكن يتفوق لأن يتحس أن الفريق عنده مكانيات عنده مكانة لعيبة عنده مدرب في خطة في أمور لكن اليوم الإمارات يعني أعتقد مجرد أن الاسم يعني كأداء مثلا تطور وغير لا ما بهول أي مسألة الهبوط والإمارات هل الإمارات يقدر يتلافى الآن مسألة الهبوط فيما تبقى من عمر الدوري الجو عبد الرحمن في مشكلة كبيرة في فرق المؤخرة يعني ما حد منه يفوز ما حد منه يفوز عبد الرحمن ما أدرش يعني يتم الوضع مثل ما هو يعني المارات ما يفوز العروبة ما يفوز فريق ضفرة ضفرة نفس الموضوع يعني ما حد منه يفوز على ساسة تقول مثلا تقول حين هاي الجولة أنا بتكلم مثلا عن فريق أو فريق الإمارات والتطور اللي طلع عليه أو مثلا فريق العروبة فريق العروبة فريق الوحيد اللي أنا أشوفه يعني يوم حتى مباراة أمام شباب الاهلي الشوط الأول تحس أن الفريق فريق ثاني يعني تحس أن الفريق يعني بالفعل أحرج فريق شباب الاهلي بشكل كبير شوط كامل شوط كامل أنا أشوف الرتم لكن شو مشكلة فريق العروبة يرجع يرجع يذكر أنه فريق من فرق الدرجة الأولى نفسيا ما أدري شو يردون يعني يخاف من الفوز يخاف من الاستمرارية فأعتقد يرد عنده مواجهات كذلك مع الظفرة عنده مواجهات ستكون مع أخور فكان هني هذه بطولة العروبة ستكون هذه المباريات أتوقع الفريق الذي أنا أتكلم عنه كفريق بالفعل عنده إمكانية وعنده لعيبة واضحين أو خطة واضحة فريق العروبة ممكن أنه بشكل صريح الإمارات أعداد للموسم القادم لدوري الدرجة الأولى أم في مجال للاستمرار أتوقع الإمارات لا يخدم الوقت الوقت والتأخير في تغيير المدرب هو الشيء الوحيد هذا الذي خلاني يسألك الصراحة الذي لديك رغم منها غاسية تكون على الجماهير لكن الوقت لا يوجد مجال كل شيء جائز لكن لا يوجد وقت أن يدارك النقاط التي خسرها نقاط كثيرة وخالد ما قشف من المباراة الضفرة كان أقرب للتسجيل في أكثر من محاولة الضفرة أضاع من خلال هدافة الكبير ديوب العديد منفرس والإمارات اكتشف حارس لنادي الوصل الذي هو سيل مطوع الذي مباراة بعد مباراة أصبح يسجل حضوره بشكل قوي ويتواجد بشكل مميز في حماية ممكن يكون في قرار إداري في شيء سبحان الله مباراة سيناريو الدور الأول كانت بأتعادل لأنا خلاص صعب العامل عموما أنا أبغي أقول أوجه سوء للضفرة الإمارات بس على بالي الإمارات في كرة القدم بابدرحمن لما تكون في وضع مثل هذا أنت محتاج أكثر من كرة قدم محتاج لتضحية محتاج لروح قتال يدخ عرضية الملعب محتاج لإبداع محتاج لجري أكثر محتاج لطريقة حتى في التعامل مع المنافس وين تبدأ تبدأ في مثل هذه المباريات اليوم هذه مباراة الضفرة كانت راح تغير في خريطة القاع بالنسب لك أنت كنادي الإمارات أول شيء بتوصل للثمان نقاط بتصل قريب من العروب التي عندها تسع بتوقف الضفرة عند 10 نقاط راح يكون عندك حتى من الناحية المعنوية لكن لما تتيك مباراة مثل هذه التي واحدة من أول درجات السلة التي ممكن تصعد وتبني عليه وتقدم هذا المستوى محظوظ الإمارات أن يطلع اليوم بنقطة من خلال ما شاهدنا في المباراة محظوظ الإمارات بما كنت ديوب ومستوى وعدد الفرص التي ضيعها في المباراة اليوم أيضا يعني شرط كامل في الشرط الأول أنا تابعت المباراة فرصة واحدة كانت الإمارات في المقابل الضفرة كان كثير الوصول كثير إضاءة الفرص لذلك أنا أقول حق السيد الكابتن أيمن رمادي بالفعل أنت النقطة هذه بالفعل محظوظ فيها ولكن كنت أمنى النفس بأن أشاهد صراح في القاع مثل ما قال بخيت القاع لا يوجد منافسة على فكرة إذا هذه واحدة من مباريات المواجهة التي توقعنا أن نرى فيها مستوى لم نرى فيها عكس مباراة مثلا بين عجمان و تقارب مراكز شفنا إثارة شفنا بالانتياج شفنا الأحداث مباراة صفرية في كل شي يعني التعامل بالنسبة كمستوى وأيضا كناحية تهديفية لذلك أنا أقول لنادي الإمارات أنا ما بقول رقميا عند أمل لكن من خلال اللي شاهدت في مباراة اليوم أشوف أن الفريق هو نفسه قاعد يوجه رسالة إحباط حد مشجعي فريق نادي الإمارات إذا أنت تتفق مع بخيت أن الإمارات بهذا الأداء و بهذا المستوى قريب من العودة إلى دولة رقميا لا رقميا بالأرقام هذه لا عشر نقاط و 6 نقاط و 9 نقاط هاي بفوز واحد أو فوزين تروح فوق لكن متى راح تفوز أنا أقول بالمستوى هذا قلت لك رسالة إحباط حد جماهي إرنادي الإمارات لكن لو الفريق يستطيع تحقيق الفوز عموما نحن ننتظر المباريات المواجهات المباشرة بين الفرق هذه و مثل ما قلت أنا ممكن في فريق اليوم واقف فوق هذه الفرق سواء كان مثلا الضفرة أو خرفكان أو حتى الفرق اللي قبلهم أعتقد أن بالنتائج هذه ممكن ما يفوز و ما يتأثر بالهبوط حقق البرتغال فوزا مثيرا و ثمينا أمام ضيفه اتحاد كلبة بالتقلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة عنوانها الأبرز ركلات الجزاء والتي قيمت على أستاذ راشد بن سعيد في ختام الجولة السادس عشر من دور المحترفين وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيدة إلى 22 نقطة فيما بقى اتحاد كلبة عند نقاطه الثمانية عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقد قدموا تشجيعا كبيرا منذ بداية المباراة إلى نهايتها أنا فخور لأنهم تواجدوا في كل المباريات وسعيد لأننا استطعنا التفوق بهدف رغم تعادلنا في آخر اللحظات علينا الآن تحليل اللقاء في الأيام المقبلة والعمل على الأخطاء وأن نعرف كيف يلعب العروبة واستكشاف طريقة الفوز أحب أقول هرد لك فريق جلبة صراحة كان ند جدا عنيد حقنا روحكم شفتوا أن فريق يرجع أتوقع مرتين للمبارا وفي السيناريو اللي صار فريق يحترام والحمد لله رب العالمين هم شيء عن نتيجة وفيه أخطاء لازم نعالجها وإن شاء الله القادم أفضل يكون إن شاء الله كلمة طيبة لهذا الجمهور اللي سانتكم من أول دقيقة لآخر دقيقة وصراحة يشكرون مش فقط اليوم هم توقع السنة هاي على مدار السنة هم خل الفريق يشكرون على جميع الأشياء اللي يسوون هالفريق وبالأخص اليوم صراحة الجمهور كان فعال وكان سبب رئيسي لرجع للفريق في الدقائق الأخيرة فعلا مبارا قنت مشحونة نتكلم عن مبارا كلها بنانتيجات متهيرة قانت فنقولها بمبروك لأجمال نهار لكن نتوقع أن الشباب اليوم طلعوا بصورة زينة أدوا مقصروا بمجموعة رغم الظروف رغم الغيابات رغم العناصر اللي عندنا النقص الحمد لله الحمد لله طبيعي أحمد جشك مؤثر فيه فريق وعبد السلام مؤثر بس حتى اللي كانوا يلعبون اليوم الصراحة مقصروا لعبوا مبارا زينة وحتى يعني اللي شوف فريق تلبة لآخر دقائق أنه يتجد معيمون ويرجع تلبة يتجد معيمون ويرجع تلبة فما أتوقع أنه يحس أنه تلبة كان نقص لعيبة وعناصر مهمة عندهم فالحمد لله يستاهلون عجمال بعد دون بارزينة وماذا ما تقول الدعم اللي حصلت من نادي عجمال ومن اللاعبين ومن المدرب والجهاز الإداري صراحة يعني الواحد يقدر يعطيه كل ما عنده في هالفريق بالنسبة الفريق عجمال نتصور هو فريق لحمة واحدة يعني ما شاء الله حتى الجماهير كانت الأسبوع هذا تشتغل في شغل زين وحمد الله همشين وجو اليوم المباراة وروحوا فرحانين كنا نتكلم قبل المباراة على النقطة هذه وحمد الله قدمناها بنسبة المباراة ضد كلبة عندهم لعيبة فرديين قويين كنا مركزين في المباراة وخيرا نلعب على المرتدات اللي خلقت مشاكل كلبة وحمد الله يمكن اليوم صارت شوية أشياء جديدة أربع فلانتيات في المباراة لكن نشكر الفريقين على المردود الممتاز اللي قدموه نسو مباراة كلبة وانشاء الله نترجم في العروبة وانشاء الله ربي وفقنا موسيقى من المباراة يمكن هذه واحدة من المباراة التي ممكن تدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية حيث حكم يصفر أو يحتسب خمس دربات جزاء على فريق واحد بالإضافة لإلغاء يعني ضربة جزاء الصحيحة لفريق اتحاد كلباء وطبعا الحكم لم يذهب حتى إلى رؤية الفر مباراة ضربات الجزاء ذهبت لعجمان بعدما سجل بضربة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة دا سيلفا انتقاد التحكيم وتحدث صراحة أن المباراة ترتغي أن تتواجد ضمن مجموعة جنس للأرقام القياسية خسارة جديدة لكلباء وفوز جديد لعجمان وتقدم على مستوى جدول الترتيب عصام الفوز الذي كنت دائما تتحدث عن الفرق ما بين الفرق البسيط قفز بعجمان إلى يعني المركز السادس من خلال الفوز اليوم وهوى باتحاد كلبة للمركز العاشر بشكل يعني تغير ما بين يوم وليلة أفضل أتصور أنها قمة الوسط نحن كنا نتكلم عن قمة نحن نقول الخمسة اللي فوق خلاص فوق الآن اللي ياخذ السادس هو يعتبر يعني فوق فقمة الوسط أتصور من المباريات المثيرة يقول بشي يقول محمد عبد اختلفنا من يرتكب الأخطاء أكثر هذه جديدة هاي والله هلوى باب دول ها كل واحد كل واحد يقول عندي كل فريق يقول عندي والمدرب ليش دعلا أنا ما عارف الظاهر أن المدرب على طول بعد المؤتمر يمكن ما راح الغرفة يمكن يدخل على طول المؤتمر هي بس حبس نفسه تسب عليه أكثر من ضربة الجزاء كل ركلات الجزاء أنا شفتها وما سمعت يمكن لا أرى محلل لكن أنا في وجهة نظري وأنا ليس محلل ولا تحكيم ولا شيء رأيت كلها صحيحة الأربع خمس إذا فيه خمس بعد خمس خمس هم ولي عادة العادة اللي انعادت ما نعادت أبو عبد الرحمن والله المشكلة لا في الحكم ولا في الحراس ولا في الرغم مشكلة في الأخطاء التي ترتكب الصراحة أخطاء مع كل احترامي أنت هذه كم الأخطاء التي ترتكب في خطة 18 يا إخوان ترى فيه فار وفيه ناس وفيه تشوف وإن مرور يرى ليك بخيك صفحة واحد أقول حكم ما يشوف صفحة واحد وراحة هاي على بقية وعلى ربعة المثل كله على بقية المثال مع أن هذه سوال فو كم دافع فتخيل تخيل أنت الأخطاء التي ترتكبها وليس خطأ بعد الخطأ أحيانا أنت ترتكب خطأ وبعد الخطأ الآن يعني مثلا كرة الخطيم يمكن ما فيها خطأ راحت الكرة لكن بعد الكرة أبو عبد الرحمن ثقافة هي في النهاية يا إخوان يعني صراحة ركلات الجزاء اللي شفتها مفروض يعني بالكثير ركلة أو ركلتين يعني كانت المباراة ما فيها تعرف ما الذي يجعل المباراة فيها إثارة السبعة هداف وركلات الجزاء اللي كانت فيها شجاعة من الحكم أن يحتسب كل هاي ركلات الجزاء لصحاتها في بعض الحكام يعني يجعلها من أمر الالتحام ما كان فيه مجال أنه يعني حاجة تروح للالتحامات ما بين اللاعبين طبيعية بالعكس كردت للحكم وأتصور راح يشاد فيه الحكم في اجتماع الحكام يمكن كل سبوع في اجتماع عندهم راح يشيد بالحكم بعبد الرحمن عشان تحسب خمس ركلات الجزاء والخمسة تكون صحيحة وترجع للفار وتتخذ قرارك الصحيح أتصور طيب ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة كانت قاتلها كان المفروض من لاعبي كلبه الحذر أكثر أنا احتسب علي أكثر من ركلة الجزاء ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة كانت صعبة و صعبة جدا وهذا الذي نقوله نحن ما نتحسب أن الحكم طرد عني اثنين لا يطرد الثالث أن حسب علي أربع لك ركلة الجزاء لا يحسب الامباراة كأن الحكم هنا شهادة ميلاد عشان يحسب ركلة جزاء بعد ثلاثواني ركلة جزاء أخرى ثلاثواني صحب الله ثلاثواني ركلة جزاء و عشان تحسب في الوقت الضايع و تعرف أن الفريق نحسب عليه ركلتين جزاء و ركلة جزاء وهي حاسمة أتصور هي يعني فيها جرأة من الحكم أيضا من الموجودين في الفار فالامباراة كانت قمة في الإثارة فريق تقدم و فريق يتعادل و يحسب لكلبه أنه رجع لثلاثة واحد لكن أتفق معه يمكن البيرق أنه بالفعل أنا ما حسيت بالغياب جيشك و غياب عبد السلام و هم لعبين مؤثرين طيب تسع دقائق وقت بدل ضايع خمس ركلات جزاء يعني أخطاء كثيرة كانت موجودة في المباراة تحس أن الأمور محتاجة خبرة للاعبين أساسا متشبعين خبرة يعني خط الظهر اللي موجود في كلبه اللعيب مش صغار في العمر لعيب يلعبوا في أكثر من نادي عندهم خبرة كبيرة جدا من حارس المرمى وصولا إلى حتى المهاجمين كثرت هذه الأخطاء كبتت الفريق اليوم خسارة كبيرة جدا و التسع دقائق هل هي منطقية في المباراة اللي هي وقت بدل ضايع هذا طبعا موضوع التسع دقائق وهذا تقدير موضوع تقديري بالنسبة للحكم وبالنسبة لل ركضات الجزاء اللي من حسبة الخمس يمكن أنا شيء واحد اللي أتكلم عنه شجاعة الحكم صراحة باتخاذ قرارات مثل هذه وقرارات أكيد أثرت يمكن بشكل كبير على مثلا الفريق كلبه رغم الاحتجاجات ولكن الحكم شاف ارتأ أن هالركضات الجزاء الصحيحة والناس كلها يمكن محللين أكدوا أننا ركضات تحكيم نعم نعم أنا ما أشوف تابس بوخاردي ولكن ركضة الجزاء الأخيرة تكلمت عن نقطة أنت قلت والله مفروض يكون تحاد كلبه حريصين أكثر خاصة من ركضة الجزاء الأخيرة أصلا هدف الكروس اللي عامل اللي الله تكره الخير لأشوال فراس فراس عامل الكروس جميل أسس جميل للاعب المحترف أزارو أزارو وكان خلاص يعني سجل هي بيسجل بيسجل حاطر الحارس يعني ما عنده مجال أن يتدخل كيف تدخل وطريقة تدخل الحارس ممكن مش خاصة راح للكرة ولكن هو ما راح للكرة راح ل طبعا الرجل اللاعب أزارو والحكم طيب أنت تتفق مع عصام أنا ما تعود تأسأل ضيوف ملاعبنا في مسألة ضربات الجزاء لكن اليوم للحالة الجدلية وكثرة ضربات الجزاء تتفق مع عصام أن ضربات الجزاء صحيحة أنت كمشاهد طبيعي شفت أنا ركلة الجزاء ما في ركلة الجزاء يعني تحس أن مشكوك فيها يعني حتى ركلة الجزاء اللعبت وانعادت لأن في بعض كذلك يعني استخدام ركلة الجزاء لا تتفق لأن من كثرة فبتا بعد لي وما حسبت خلاص كفاية لخمس ركلة الجزاء ولكن نعتقد أن اليوم أكيد المشجعين اتحاد كلبة سيكون عندهم احتجاج بالنسبة خاصة ركلة الجزاء الأخيرة يعني كان يقول لك كان بمكان الحكم أن يغض النظر ولكن واضحة الكرة وفيها طبعا فيها تدخل على رجل الله بشكل واضح طيب عودت اتحاد كلبة أبو خالد للمركز العاشر طموحات الفريغ الموسم الماضي كان الفريغ مختلف تماما في مسألة جمع النقاط السنة كذلك الفريغ داخل بطموحات مختلفة عين على بطولة من بطولات الموسم كان كاس الرابطة أو كأس رئيس الدولة تبخرت الأحلام سريعا وعادت اتحاد كلبة في موسم صعب بعد ما كان هناك موسم ناجح للفريغ اليوم اتحاد كلبة في المركز العاشر الفارغ بينه وبين الحادي عشر ابناء العمومة خورفكان ثلاث نقاط عبد الرحمن عفوا يمكن انا برد عليك من خلال تصريح السيد خورخيدة سيلفا ما بعد المباراة لما قال اليوم في موسوعة جينز ستدخل هذه المباراة من ناحية احتساب أربعة الجزاء انا اقول كمية الأخطاء اللي ارتكبتها انت في الدوري ومدافعينك هي راح تدخل في مجموعة جز لأن أسباب ضربات الجزاء هاي كلها اخطاء دفاعية واخطاء فردية اخطاء في التمركز واخطاء في اتخاذ القرار ضربات الجزاء كلها انا شاهدت يعني حتى المحللين في التحكيم اعتمدوا ضربات الجزاء كلها وهناك ايضا ضربة الجزاء لم تحتسب وايضا ضربة الجزاء الغاها الفار الفار الغى ضربة الجزاء لذلك هاي مباراة كل اخطاء الموسم كل اخطاء مدافعين الدوري تجمعت في هذه المباراة اليوم كل اخطاء الموسم صدقني يعني كمية من الاخطاء يعني لا حصر عليها في هذه المباراة لذلك اليوم ليش انا قلت يا اخي التشكيل حتى التشكيل نفسه عندك لعيبة في الدكة مثل حبيب مثل سلطان مثل احمد النقبي مؤثرين في كثير من البريغة مع كامل الاحترام معقول حبيب يفقد بريغة في هذه السرعة من لاعب كان مؤثر في شباب الاهلي لبديل ناجح بشكل كبير في النصر و أساسي و قائد الفريق نحن هاي خيارات مدرب يمكن تكون في ظروف أنا أتكلم عن ناحية فنية إذا هي ناحية فنية فهؤلاء اللعب اللازم يأخذون فرصة سلطان يأخذ فرصة حبيب يأخذ فرصة و أيضا أحمد النقبي يأخذ فرصة لأنه منزله هدفين عودة على فكرة يحسب لاتحاد كلبه العودة بعد ثلاثة واحد إلى ثلاثة ثلاثة و أيضا عودة ملابه للتسجيل بعد غياب طويل اليوم مسجل ضرب جزاء و مسجل أيضا هدف لذلك أنا أقول أن كمية الأخطاء التي صارت في مباراة اليوم يعني شيء غير معقول بالنسبة و يحسب لحكم المباراة إشادة تامة تكلمت عن فريق الاتحاد نحن تكلمنا عن فريق الاتحاد في الموسم الماضي كان من أمتى الفرق قلنا أن الفريق لما يختم بنجاح يبتدي من هذا النجاح و يبني عليه أشوف تراجع كبير تعاقدات مع العباء الجانب يعني لا حول ولا قوة بالنسبة للمستوى ما عندك هذه الأضافة حتى ملابه شهد تراجع في مستوى بعد ابتعاد أيضا كمارا ناحية تهدي به بالنسبة لفريق ضيفة جدا اليوم الفريق يمكن من النادر أن يسجل ثلاثة أهداف فريق الاتحاد لكن أنا أبغي أتكلم في نقطة قاعد أتكلم عن شلب عجمان يا جماعة لازم نشيد بهذا الفريق عجمان اليوم ثالث مباراة سبع نقاط من شباب الأهلي و من النصر و اليوم من فريق الاتحاد فلذلك نحن نقول أن فريق عجمان قاعد يشتغل بالواقعية بإمكانياته بخيارات مشاهدة من خلال وجودها في الدوري خيارات اللعبة خيارات المدربين لذلك نقول حق فريق الاتحاد يعني عودة للمباراة بهذه الطريقة سؤالي الأخير حق السيدة سلفة لو كانت الكرة نفسها الأخيرة على حارس عجمان هل ستطالب بضرب جزاء و لا لا لفريقك طيب استعاد النصر توازله من جديد بتحقيق الفوز الأول منذ ستة جولات حيث تقلب على ضيفه الجزيرة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاذ المكتوم ليرفع العميد رصيده إلى 22 نقطة مقابل 26 نقطة للجزيرة ترجمة نانسي قنقر موسيقى أعتقد أننا قدمنا مستوى جيد اليوم، صنعنا عدد كافي من الفرصة لنحقيق الفوز، لكننا لم نوفق في ترجمتها لأهداف، دافعنا بشكل جيد، النصر سجل هدفين من فرصتين، فقط كانت إحداهم ركلت جزاء، الحكم استغرق أكثر من عشر دقائق لأراجع ركلت جزاء في الوار، كنت أعتقد أنها واضحة، لكن يبدو أنها لم تكن كذلك، لا بأس هذا يحدث دائما، تحدث مع اللاعبين بعد المباراة، شكرتهم على ما قدموه من أداء الليلة، وطلب منهم أن نركز على المباراة القادمة مباشرة الفريق أدى مبارا جيدة، فريق الجزيرة طبعا من الفرق كبير، أدى مبارا جدا ممتازة، استحق عليه الشكر، ولكن أداء فريقي كان أداء جيد، متميز الفريق أداء بشكل جدا متوازن بين الدفاع وبين الهجوم، طبقهم وأطلبهم خلال الأسبوع الماضي أداء بشكل جدا ممتاز فزنا 2-0 كان وضيعا ممكن ثلاث أو كورتين أو ثلاث كورات انفراد بشكل واضح كهجمات مرتدة، كان ممكن نطلع بنتيجة أكثر من 2-0 نهاية أتمنى الاستمرار اللاعبين بهذه الروح التي طلوا عليها اليوم في المباراة القادمة، لأنه ما زال أمامنا شغلت كثير لخلال المباراة القادمة اليوم يعني مع عودة الروح المعنوية وعودة مستوى الفريق السابق عهده، شفنا فريق النصر اللي هو مفروض يكون في كل مباراة الحمد لله على هذا الفوز ونشكر الجهاز الفني على اللي يتحملوه أو اللي عدوه قبل مباراة طبعاً نحن ما نفكر في مباراة وحدة، نتمنى إن شاء الله أن هذا الأداء وهذا الفوز إن شاء الله يستمر في المباريات القادمة إن شاء الله لا شك أن كل مدرب له طريقة أو له مميزات له، ما نقدر نقول فيه اختلاف لأنه بعدنا كابتن سالم تقريباً ما كمل فترة طويلة أو ما لاحظنا هذا الاختلاف لكن أنا أعتقد أن كابتن سالم ركز في الفترة الماضية على إعادة مثل ما تفضلت الروح المعنوية وأعتقد أن الروح المعنوية والإيمان بالإمكانيات اللي لدى كل لاعب في نادا النصر أعتقد أن اليوم قدروا يراوون أو قدروا يظهرون بمستوى عالي نملك فريق كابتن سالم يحاول يطلع أقصى ما لدى اللاعب من الروح من عزيمة وأسرار أعتقد أن اللعب للادا النصر شرفي لأي لاعب يقدر يعطي وهذا شعارنا من يعطي إن شاء الله سيكون إن شاء الله بيستمر يانا في نادا النصر نعم لربما قد خسرنا بهدفين لكنهما جاء عبر تزديدة واحدة على المرمى لقد قدمنا أداء جيدا ولكن ضيعنا العديد من الفرص أعتقد أننا قدمنا كل ما لدينا وفي بعض الأحيان الفرق تخسر عندما تقدم كل شيء طريقتنا لم تغير أي شيء لكن لدينا العديد من الغيابات بسبب الإصابة كعلي مقوت وخلفان لكن نملك العديد من اللاعبين الذين بإمكانهم تعويض أماكنهم استعاد النصر توازنه مع سالم ربيع ولعله يعيد النسخة الكربونية كما فعله مع الوصل بعد التغيير الذي حدث في الوصل يعني في مرحلة من المرحلة سالم ربيع يبغى المدرب الوحيد الذي بدأ مع فريقين مختلفين كمدرب مواطن وبدأ يعني مع فريقين قرب المسافة بينهم كبير والتنافس كبير بينهم واللقاء دائما يكون من بينهم كبير وكبير جدا فوز أول مهم للنصر وخسارة قد تجعل الجزيرة يودع هذا الموسم بلا أي لقب عصام فوز مهم للنصر وفي توقيت مهم بعد تغيير فني بعد معانا الفريق لفترات طويلة جدا بعد ما اتفق الجميع أن سالم ربيع يكون هو مدرب المرحلة لبداية الموسم لتحضير الفريق للموسم القادم النصر خارج من البطولات والجزيرة اليوم لعله يرافق النصر بعد هذه الخسارة صحيح تصور النصر أقول لتم سالم ويعيش في ربيع نعم فايز على الجزيرة بل اليوم شيء عندي اليوم كيف؟ محمد عبدو وبعدين يرد يعطي النصر سالم وربيع ما يعيش في ربيع الحين؟ ما عرفتك بس أنت ما تخلوا الواحد يكمل بس الحين لا بداعب زيادة لا تزيد علينا بقى خليك تكمل بس هل النصر بيكمل؟ أنا قلت لك اليوم ما يخليها تكمل مشتحيل والله مشتحيل يكملها ها بخير النصر يعني يكمل يمدح فريق ويكمل لأنها يعطي أمل العودة مفرحة بالنسبة لأ النصر ودائما نقول لكن هل النصر يكمل؟ وضع النصر إلى الآن يعني الجماهية ليش فرحانة؟ وبعدين هذا رد الآن يمكن السموء النطاف بعد فوز الآن لو يكمل ما بيشير مكان خلاص بقول لك شيء التأخير نحن نتكلم الآن بعد ما طلع رامون دياز وراح الهلال أمس وفي شوط واحد يهزم الشباب في السعودية أربع صفر شو قالوا الناس؟ قالوا معنات العلم وليس المدرب صحيح أو لا؟ أكيد لكن اليوم أثبت سالم ربيع أن لا أنه بالفعل كان في خطأ طيب هذه الإمكانيات وبالواقعية اللي موجودين ولا والفريق ناقص اليوم وناقص اليوم أعتقد الأجنبي لآخر ما لعب مهدي أبيد مهدي أبيد أصلا مش موجود وشفنا تشكيله من الشباب الصغار واللي أيضا دفع فيهم الكابتن سالم ربيع ولعب واقعية دائما نقول الاستحواذ والاستحواذ للجزيرة ويوصل ويسوي لكن أيضا الجزيرة مبهو الجزيرة من بعد كاس العالم نقول النصر يستاهل الفوز اليوم وأضاع كثير من الفرص هذا الجزيرة حتى في كاس العالم ما كان الجزيرة ما كان الجزيرة تقول لك من كاس العالم إلى اليوم يعني مبهو الجزيرة اللي نحن عارفة ما دعم صفوفها بلاعبين أجانب يعني متى تحصل أنت الجزيرة ما يخلق فرص خروج الجزيرة من غير لقب في هذا الموسم منطقي عطفال على ما يقدمه الفريق لا مش منطقي غير منطقي تتكلم عن دوري تتكلم عن كاس تتكلم عن دوري الخريج العربي عندك العالمية عندك آسيا نحن لا نعلم ما يحدث فيها يبقى مطلوب عليه يركز في آسيا الآن وينسى الأمور هذه الآن الآن يركز في آسيا انتهى مدنى سبال بعدها الجزيرة موجود لأن الجزيرة الآن لو نأخذ الجزيرة وشباب الأهلي سواء نتكلم تكلمني عن شباب الأهلي عشان ما نطور شباب الأهلي ما يقنعك أن المباراة لهاية أنه قاعد يتحسن والفريق قاعد يفوز وضيع كثير صحيح أنه فاز واحدة أو اثنين بس يأدي لكن الجزيرة لا فريق يأدي يحتاج أنه يرجع مبخوت هو مبخوت يرجع عبدالله رمضان يرجع سريره ما زلت عند كلامك أن الخامس في المنافسة فارغ الثلاثة عشر نقطة في الجولة الثلاثة عشر نحن الجزيرة ستة عشرين والعين تسعة وثلاثين لا الخمسة موجودين ما زال الجزيرة موجودة لأنه في مواجهات بينهم مثل ما نتكلم عن أبخيت يتفقوا إياك لا لا موجودين ولكن درجاتها الآن الوحدة الأقرب بعدها يتفقوا إياك بعدها يتفقوا إياك بعدها يتفقوا إياك ولكن الكل موجود لكن أداء الفريق ما يوحينا هذا يوصل بخي تسعد الجزيرة طلع بالمنافسة ستة عشرين نقطة والعين تسعة وثلاثين فارغ الثلاثة عشر نقطة لجولة ستة عشر ما زال ما زال ما زال الحمد لله اتفقوا إياك اليوم التفاقق كبير لا لا الخمس فرق معروفة المنافس أبو عبد الرحمن لكن منطقيا صعب بخيت يعني علشان يخسر العين أربع مباريات ويفوز الجزيرة في أربع مباريات مع مهاجهة مع العين وتتعرقل باقي الفرق كلها هذه يعني صعب الوضع الحالي العين يغرد خارج السرب يعني هو اللي متتفوق وهو طبعا مش عاطي مجال حتى الفرق اللي هي الفرق اللي يتحاول تعمل مثلا مفاجأة في الدوري على حساب العين أعتقد هذا هو الشيء الجيد من سنة العين ولكن حسينا فترة من الفترات من بعد مباراة الشارجة اهتز الفريق نوعا ما أتكلم عن العين بعد مباراة خروجه من الكاس أمام الوصل نوعا ما ولكن رد حين الفريق يأخذ وضع الطبيعي كفريق مصدر مثلا الآن العين ما عنده غير يركز على الدوري بالفعل ما عنده بطولة خارجية ما عنده أي مشاركة لماذا أنا قلت هذا الكلام احنا مشكلتنا فرقنا المحلية يتأثرون أحيانا عاطفيا وأنا أتمنى أن فريق العين يستمر كمحترف ما يمنبه النواحي العاطفية وأنها تزاز مثلا في غصار أنت مباراة أو تعادل من مباراة فأعتقد في مواجهة لكترم الجزيرة شو صار في الجزيرة شو صار في الجزيرة ليش الجزيرة بهذا المستوى يعني بتراجع دخل معترك هو ما بقدل معترك هذا للأسف دخوله بطولة العالم مش جاهز مش أكل كبير دخوله يعني أحيانا أنت تدخل بطولة أبو عبد الرحمن احنا مشكلة عدنا كبير تدخل بطولة مفرض تكون أنت عارف عارف قوة البطولة هذه المنافسات وهو الموسم الماضي مقدم نسخة مقدم شو الموسم الماضي الناس نائمة كانت هدي هدي شو يضلي خليك مش مقدم تقول لي مقدم لا بس تعرف يقصد بخيط يقصد أن نرى كاس العالم بأمانة كاس العالم لم يكن لدينا كان في اليابان فجأة لقى عمره في اليمارات لقى عمره في البطولة اليوم عصام الجزيرة مشكلته ليس كاس العالم في المباراتين اللي لعبهم الجزيرة مشكلته في كل المسابقات بس أحيانا عبد الرحمن بس لو أقاطع بخيط أحيانا في فرق له النفس يمكن من السنوات يمكن لو تتكلم عن 15 إلى 20 سنة لأول مرة العين نفس صعب طولة وحدة تلقى يا في آسيا والدوري الكاس الدوري الكاس الخليج أول مرة تحصل أي متفرغ للدوري طيب في المقابل كان دائما وأنا موجود وغيري موجود دائما آسيا وموجود في فرق تقدر وتعرف وتعرف توصل مثل ما قلت الجزيرة ما دعم هذا اللي يقصد وكلامك صح نفس أنت نبه كملك كلامي الجزيرة لفترة الدوري الموسم من الإطاف لمتار لأخير بدأ يهتز كلنا شاهدنا لاحظنا نعم بدأ يهتز البنيات قرب كثير منه هاي الأمور هاي الأمور قلت لك مش مستعد ويمكن إحنا بداينا الموسم من الإطاف الفريق كان معتمد على لعبة المنتخب المتواجدين في الفريق ومش معتمد على الجانب والمقيمين ما عنده يلجى سيارة في بداية الموسم لعب ناقص محترفين وكان المرض طبيعي بالنسبة لك هل يتكلم عنه ولكن مش لأن نحن دوري دوري برد ما تفق يا أبو عبد الله دوري شو إثارة إثارة دوري إثارة مش قوي والله اليوم ما بطبيعي الوضع تنهي شوكلكم متعشين يا بعض قبل لا تتون لا لا متغدين لأن اتفاقكم على فكرة عصاهم وبخيط كران شو قلت لكم ساعد هذه صعبة بخالد النصر فوز متأخر النصر خلاص موسمة منتهي تماما اليوم امتهى موسم فريق جديد إذا ما قلنا أن الجزيرة بعيد عن المنافسة أنا اختلف مع الكبات الاثنين الجزيرة أنا اعتبر الآن غير منافس في وجهة الأظرية أنا الشخصية واحترام طبعا لرأيهم الجزيرة منافس ولا غير منافس 13 نقطة الجولة 16 نتكلم الجزيرة نعم عنده مباراة مؤجلة ممكن الفارغ يوصل إلى العشر نقاط ولكن في وجهة نظري عطفا على ما يقدم واداء وفارغ النقاط غير منافس عبد الرحمن نحن كم بطولة عندها في الإمارات تقريبا حدث عن أربع اللي هي السوبر وين الجزيرة في البطولات هذه حاليا من كل البطولات طبعا تقريبا الخرج صح نعم أحرز السوبر لا أنا أتكلم عن البطولات الكاس والكاس الخليج غير السوبر الرابطة موجودة غير السوبر عندنا كاس الخليج والدوري وكاس سيدي صاحب سيدي رئيس الدولة ثلاث بطولات ثلاث بطولات عموما تقصد السوبر رابع لا 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 مو سوبر عموما هاي البطولات سوبر مباراة كابتاك مو بطولة أنا بالنسبة لي سوبر مو بطولة بالنسبة لي هي صحيح اسمها بطولة ولكن أقصد بطولات اللي تاخذ مشوار طويل عموما الجزيرة كلنا نتفق ليس في أفضل حالاتها كموسم الموسم الماضي كنا نتغنى في الجزيرة هنا بغض النظر عن ختام الموسم البعض يعدر الجزيرة لقياب مثلا خلني شوية بس لو سمحت بس نسترسل شوية الجزيرة في الموسم الماضي كان استحواذ ونتائج وإبهار وسميناه فريق النجوم هنا في آخر الدوري لما صارت النتائج متقاربة مثل ما قال وثالي صحيح صار ضغط البطولة خلاص نلعب على البطولة الجزيرة أنا أرى مشكلتها في مدربة في البداية من ناحية خياراتها بالنسبة للعيبة لجانب بعدم مطالبته باختيار لأنك أنت اليوم تريد تمثل كاس العالم وتريد تمثل في آسيا وتريد تمثل في كاس رئيس الدولة لازم يكون عندك دعامة من الفريق اليوم الجزيرة أنا أرى أنه مدربهم السيد كازلر مع كل الاحترام له يجامل النجوم 11 مركز عنده في الملعب يبغي يحط النجوم يلاعب باقي يمين بوجود ظهيرين يمين وعبدالله دريس هذا ساحتيار سالم راشد ممكن يلاعب على المين محمد ربيع ممكن على المين ويلعب دريس في المكان عسى بنا يلاعب بالنجوم اليوم شاهدنا مبهوت عدم جاهزية مبهوت ولكن اليوم كان أساسي أنا أتكلم لمصلحة بالنسبة لنا في الإمارات فريق الجزيرة من الفرق اللي نعوّل عليها للمثلنا تمثيل جيد لأن لعيبة المنتخب كلهم في الجزيرة المؤشرات تقول لنا الجزيرة ما راح يكمل بهذا المستوى الشغلة ثانية خلينا نتكلم على النصر نعطي النصر حقه عبد الرحمن طريق نادي النصر بعد كل هذه الإخفاقات 11 مباراة ما حقق فيه فوز ثلاثة شهور و 17-20 يوم لم يحقق فيه فوز اليوم نحقق فوز والعودة من الباب الكبير لما نتكلم عن المدرب سالم ربي أنا ما أبغي أمتدح سالم لأنه مواطن ولا غيرة لما نقيم نحن مدرب في الإمارات نقيم من خلال نتائج من خلال نتائج مشى رامون ومن خلال نتائج طلع كايو ومن خلال نتائج طلع أكثر من المدرب اليوم على حساب النتائج السيد سالم ربيع استلم الفريق من مبارتين المباراة الأولى تعادل واليوم حقق الفوز ويفوز اليوم على الجزيرة لذلك نحن لابد أن نحن بالفعل ندعم ندعم هؤلاء الشباب المواطنين اللي يقدمون مستويات جيدة نقول مبروك للنصر وأتمنى أن أعودت فريق نادي النصر إن شاء الله للواجهة بعد ما عاد من الباب الكبير شكر تغذيلك بخير الله أعطيك العافية ما قصرت بوثاني نبارك الفوز للنصر يوم ركلات الجزاء ويوم الاتفاق مع عصام أكيد بات ما باركنا النصر نصر الفوز اليوم وفرصة طيبة ياب عبد الرحمن أنا سعيد حبيبي شكرا عصام ما قصرت عفو باب الرحمن نعيد ما انتشف الأسبوع هذا وعايش يغرد لوحده العين عليه المتصدر عليه يفوز اختبر ولا بعدها لا العين ما يختبر أحب تردون تختلفون نعيب أختم لا لا كما تختلفون اختم 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 الدخل واصلون وانتم يعني متفقية شاهدين الكرام وصلنا إلى ختام ملعبنا لهذا اليوم بعد ختام الجولة المهمة اللي كانت على مستوى القمة واللي ما زالت يعني تتمسك بالصدارة البنفسجية بينما الغاع ما زالت تكتسي بالإشارة الخضرة للفريقين إلى المترجم